مصر الخير عزيزي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجكو حوار والستثمار مع الشواربي هنتكلم فيها عن كل ما يدور في الشارع المصري من النواحي الاقتصادية والاستثمارية على أرض مصرنا الحبيبة كل ما هو جديد في ظل وجود فيروس الكورونا المستجد هنشوف الخطوات الجديدة اللي بتحصل على أرض مصر هنتكلم كمان عن الموازنة العامة للدولة 2021 اللي تم منقشتها في مجلس النواحي هنبتدي في البداية زي ما عودناكو مع أهم الأخبار اللي بتجول في الشارع الاقتصادي والسياسي المصري على رأس الأخبار احنا زي ما احنا شايفين سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتدخر جهدا في مختلف المجالات للإعلاء من شأن مصر والمصرية والحفاظ على المواطن المصري أيا كان تكاليف ده على الدولة في البداية سيادة الرئيس كان بيتفقد آخر أعمال التطورات في العاصمة الإدارية الجديدة والتقى بمجموعة من القيادات هناك بخصوص الأماكن الخاصة بالحكومة المصرية والحي الحكومي كم الخدمات المتوفرة لي الحفاظ على الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمصريين العاملين هناك آخر مستجدات تطور الأعمال على أرض الواقع الرئيس مهتم بكل شيء وكل تفصيلة داخلة جوة المجتمع المصري طبعا اهتمام سادة الرئيس بالعاصمة الإدارية الجديدة لأن دي العاصمة الجديدة لمصرنا دي اللي هيبقى فيها المقر للحكومة للرئيس الجمهورية لمجلس النواب المصريين حينتقلوا كإدارة لمقرات العاصمة الإدارية الجديدة فالرئيس مهتم بمتابعة هذا الملف بيتابعه شخصيا وبيشوف آخر إجراءات وآخر تطورات الأمر على أرض الواقع طبعا ده في ظل وجود أزمة الكورونا طبعا احنا طبعا يعني كلمة نشيد بمجهودات سادة الرئيس دي حاجة قليلة لأن اللي هو بيعمله كتير جدا لمصر ولمصريين بيعمل في كذا مجال في نفس التوقيت مهتم بكذا ملف في نفس الوقت بدليل أن احنا خبرنا التاني بيكلم عن أن سادة الرئيس النهاردة كان بيتفقد المنطقة الغربية مع قوات المسلحة كان بيشوف مدى الاستعدادية القتالية للجنود حجم التدريبات المؤهلين لها طبعا احنا كلنا بنفتخر بوجود سادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كقائد أعلى للقوات المسلحة المصرية بيتابع مدى استدباب الأمور وحجم التدريبات التي يتلقاها الجنود المصريين ومدى استعدادهم لخوض أي معارك في الداخل أو في الخارج طبعا دي رسالة من سيادة الرئيس للعالم أجمع أن مصر دولة ليها حدود تخصها ليها خصوصية تخصها وتخص شعبها شعبها له شخصية اعتبارية على مستوى العالم الرئيس مهتم بكرامة المصريين وقوتهم ويمكن يعني زي ما الرئيس أوضح كذا مرة أن احنا دولة قوية احنا مش حد ضعيف ما ينفعش حد يستسهل أو يبص المصر والمصريين على أنهم حاجة سهلة الرئيس طبعا النهاردة كان كل حواره مع القوات المسلحة على مدى استعدادهم لأن طبعا زي ما احنا شايفين احنا حوالينا مجموعة من الخلاقل في ليبيا والرئيس حدد قولا واحدا وقال أن مصر وليبيا دولة واحدة وأن احنا مش حنقدر نخزل الشعب الليبي في أي دعم لي عشان استدباب الأمن الداخلي داخل ليبيا طبعا ليبيا ومصر بتجمحهم حدود مشتركة ومهم جدا أن استدباب الأمن في الشارع الليبي واستدباب الأمور هناك ويمكن الرئيس حدد في أقواله للقوات المسلحة وللعالم أن لو حد فكر أنه يبقى تخطى مدينة سيرت يبقى هو تخطى الحدود بالنسبة لنا لأن كده هيبقى الموضوع في مساس بالأمن المصري حنبتدي معاكم النهاردة حلعتنا وزي ما قلنا هنتكلم عن موازنة 2021 حيكون معانا سيادة النايب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الأسكان بمجلس النواد وكيل لجنة الخطة والموازنة سيادة النايب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواد بسلام خير ياسر بيك أهلا دكتور إبراهيم إزاي حضرتك أهلا وزهلا منورنا منورة بيك طبعا إحنا عارفين يعني إيه الملامح لموازنة 2021 مليئة وملئة بالأمور يعني فعايزين طبعا نطمن شعب مصر الحبيب ونقول له الدنيا راح فين بالذات إن أكيد الموازنة دي فيها تغيرات أو فيها بنود زايدة عليها بسبب أزمة كورونا الموازنة 2021 موازنة تختلف عن الأربع موازنات اللي إحنا كمجلس نواب يعني نقشناهم في الأربع سنين اللي فاتوا فالموازنة دي مختلفة في كل حاجة مختلفة حتى في شكلها مختلفة في توصياتها موازنة صعبة قوي إن أنت لأعلى أي حكومة أو مجلس نواب إنه يعملها ليه أنت الموازنة دي بنقول فيها الإرادات المتوقعة تيجي للدولة في العام المالي القادم والمصروفات المتوقعة تصرفها الدولة في العام المالي القادم التوقعات دلوقتي مشكلة ليه لأن جائحة كلنا دي حاجة أول مرة تعدي على العالم كله إن أنت بتوصل إن أنت بتقفل الاقتصاد اللي إحنا دلوقتي بقالنا ثلاث شهور يعني تقريبا قفلين الاقتصاد بنسبة عالية جدا جدا طبعا القفلة دي مأثرة علينا في إراداتنا فلما الإرادات بتاعتك بتتأثر فأنت أكيد لازم تدبر إرادات بطريقة أخرى أو لازم تقلل من المصاريف بتاعتك علشان تقدر تواكب الظروف لأن أكيد الأمور مختلفة فطبعا إحنا يعني الحكومة عملت هذه الموازنة خلال الفترة من شهر تقريبا 12 2019 لغاية شهر 3 2020 ما كانتش لسه وضحت قصة جائحة كورونا دي تمام وبالتالي اللي موجود قدامنا كان كمجلس نواب إحنا متوقعين أن تحقيقه صعب يعني تحقيقه صعب وبالتالي بدأنا ننظر لهذه الموازنة بطريقة مختلفة خالص عن كل مرة إنت عندك مصرفات كتيرة يعني من ناحية علاج المصابين بكورونا إحنا مش عارفين هل كورونا دي هتنتهي في شهر 6 الجاي هل 6 الحالي هل هتمتد يعني غالبا إن هي ممتدة معنا لسه القصة هل بند يعني أسعاريك سؤال هل بند الصحة واخد حيز أكبر مما كان واخد في الدورة الصادقة زايد 48% عن موازنة العام الماضي زي ودي أعلى زيادة في أي بند من البنود اتعملت يعني على مدار الخمس سنوات إن أنت من سنة لسنة تفرق 48% يعني الصحة واخد شق أكبر في الموازنة الجديدة في 2021 بالزبط وده شيء طبيعي وحتى احنا كلجنة خطة وموازنة لما جينا أوصينا كانت التوصيات بتاعتنا غالبيتها بتمس هذا القطاع الصحي سواء القطاع الصحي مع وزارة الصحة أو القطاع الصحي مع وزارة التعليم العالي عشان المستشفات الجمعية احنا طبعا عارفين المستشفات الجمعية بتشيل عبق كبير قوي قوي في منظومة الصحة في مصر وبالتالي التوصيات بتاعتنا يعني كمثال مثلا احنا أوصينا بمليار جنيه زيادة للطب الوقائي في وزارة الصحة مليار جنيه اه للطب الوقائي الطب الوقائي على اساس انه هما يشتروا يعني جميع ما يلزم للحفاظ على الجيش الابيض بتاع مصر يعني عشان من ايه لان احنا لفت نظرنا كم الاصابات اللي اصابت هذا الجيش الابيض سواء من داكاترة او من ممرضين اه طبعا يعني حاجة كانت يعني تزعل وبالتالي كنا متأكدين انه انه هناك قصور في الطب والوقائي في مصر وبالتالي أوصينا زيادة عن اللي موجود في الموازنة بمليار جنيه لهذا القطاع طيب اه في ظل ان احنا بنتكلم عن الموازنة العامة للدولة طيب البند بقى الخاص بالدعم اخباره ايه في الموازنة الجديدة يعني هل في حاجات حيترفع عن يعني اكيد مع الظروف دي اكيد الناس محتاجة دعم اكتر اللي اطمنك ليه ان الدعم هو هو اللي في الموازنة بتاعة العامة المالي الحالي ما هو اللي سبعاش سابقل احنا لسه حالي تماما ما هو غير ترتين ستة هي هي تقريبا الدعم اللي في العام المالي القدم ان شاء الله اللي الدولة ما جاتش ناحية الدعم ما جاتش ناحية المرتبات العلاوات العلاوة العادية زائد علاوة استثنائية رئيس الجمهورية يعني قررها كل دوه هيتصرف اول سبعة يعني بند الباب الاول اللي هو المرتبات هيوصل تلتمية خمسة وتلاتين مليار جنيه بالرغم من هذه الظروف لكن كل العلاوات بما فيها العلاوات الاستثنائية هيتم صرفها ان شاء الله من اول سبعة الدعم زي ما هو ده بالعكس ده هناك توصيات من اللجنة للحكومة ان اذا استمرت جائحة كورونا لفترة اطول ان لازم الحكومة تدبر مبالغ لصرف منحة العمالة الغير منتظمة اللي هي سيد رئيس الجمهورية صرفها لها بخمسة بيت جنيه كل شهر ده بو دي معتمدة في المزانية في الموازنة الجديدة الخمسة بيت جنيه دي توصية من المجلس رئيس الجمهورية صرف مرتين مرة من شهر ومص تقريبا والمرة التانية اعتقد انها بدايتها تبقى بكرة هذه الخمسة بيت جنيه للعمالة الغير منتظمة اللي هي تقدمه بطلبات لوزارة القوى العاملة احنا عملنا توصية ان لو استمرت هذه الجائحة ان يتم الصرف لثلاثة اشهر اخرى مع مضاعفة المقررات التموينية لهذه الفئة من الشعب اللي هم تضرروا من جقاحة كورونا اللي هي العمالة الغير منتظمة من خمسين جنيه الى ميت جنيه وليه قلنا للفئة دي بس لان انت اللاس اللي موظفين بتصرف المرتبات بتاعتها زي ما هي شواء راحوا الشغل بروحوا الشغل بقبضوا المرتباتهم اصحاب المعاشات بيقضوا المعاشات بتاعتهم بالكامل فاحنا قلنا المتضررين فقط اللي هم العمالة غير منتظمة وانا شايف ان الحكومة في الفترة الحالية بتفتح الباب للي ماخدش من هذه العمالة انه يتقدم من اول وجديد اللي تقدمه كانوا تقريبا اربعة مليون وربعمائة الف اللي انطبقت عليهم الشروط كانوا مليون وتسعمائة الف وهم دول اللي الحكومة ايه بتصرف لهم حاليا لكن لو استمرت الجائحة الفترة اطول هناك توصية من مجلس النواب بصرف ثلاث اشهر اخرى لهذه الفئة طيب احنا هنطلع على فاصل بسيط اه عزيزي المشاهدين هنطلع على فاصل بسيط ونرجع لكم تاني بعد الفاصل عزيزي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل وانضملنا الاستاذ عصام ادريس عضو لجنة المحليات بمجلس النواب اه مساء الله خير عصام بي اعلم صنور انا كل مشاهدين انا سهلا الله يخليك نورتنا اه احنا كنا بنتكلم مع سيطة النواب عن موزة عشرين واحد وعشرين بس طبعا يعني ايه عايزين برضو يعني نتكلم عن اكبر حدث حصل حاليا في من القرار الخاص بوقف ترخيص المباني ووقف مزاورة الاعمال لمدة ست شهور داخل المحافظات الكبرى القاهرة والاسكندرية وبعض عواصم المحافظات اه في البداية عايز اعرف حالتك يعني سريعا كده اخر تطورات وصلنا لها ايه هو بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هو القرار 181 ده كان اصداره السيد وزير التنمية المحادية اللي هو محمود شعراوي وهو احنا لما جاء القرار احنا كمجلس نواب ومع ناسل باسم احنا كلنا منظومة لقوام الدولة او قيام الدولة بطريقة صحيحة فهو لما جاء القرار احنا شايفينه من زاوية وبننقل زاويتنا للحكومة بناء على ادواتنا الشركية اللي هي يعني بهائينا المجلس فاحنا طبعا انا كنت تقدمت الطلب احاطة معالي مزير وكان موجود عندنا في اللجنة وكان بعض نواب المحافظين معالي الوزير انت معاليك اصدارة القرار 181 بشأن ايقاف الترقيص والعمل بالترقيص لمدة 6 شهور وهذه العملية بتمثل فئة من المجتمع حوالي 70% من العمل الغير منتظم ودولت بيمثل عباء على الدولة في الظروف فالسؤال اللي انا بسأله هل اللي احنا عملنا هذا هيفيد الدولة ولا هيدرها بالتالي هو احنا لما لقينا محمود بيه وهو في الجلسة وكان معنا حمود بي السجيني وكل الناس المحترمة فبدأ هو مشكورا اكترح ان هو يتم تشكيل لجان في الادارات المحلية عن طريق المحافظين لدراسة الاوراق المتقدمة بالنسبة للترقيص وبحثها والاوراق اللي هتبقى سليمة دول الحاصلين على رخص بالفعل الحاصلين على رخص بالفعل الاوراق اللي هتبقى سليمة هيتم العملية ايه تباع وفي نفس الوقت هيتم التقادم برضو للرخص الجديدة بحيس ان العملية تسير تسير في هذا الاتجاه بس اكيد الرخص الجديدة هتبقى اشتراطاتها مختلفة يعني طبعا هي قصة الاشتراطات دي بتطبقها وفي زرعة الترمية المحلية وطبقا للأوضاع الجديدة الرخص القديمة ما كانش فيه كاميرات الوقت بقى فيه كاميرات عشان الظروف التطور التكنولوج اللي احنا موجودين هو احنا بس يعني طبعا هو ده الحمد لله وده برضو بالنسبة للهالي في كل مصر بالكامل انا بقول ان دي حاجة كويسة وان شاء الله بإذن الله تتفك الكابوة بالنسبة للهديد الزاوي اما الزاوية الثانية اللي هي قصة القانون 17 اللي احنا طلعناه وتقبنا فيه في المجلس عن طريق لجنة الاسكان والناس اللي هو مخالفات المباياه المصارحة في مخالفات المباياه للأسف هو النهاردة معالي رئيس الجمهورية وده انا تحدثت فيه منذ قليل وقلت معالي رئيس الجمهورية بصدر قراره وهذا الرجل وطني بنسبة 100% ويريد تطبيق القانون بنسبة 100% انما انا النهاردة لما جنزل على المحليات وابص لقيهم هم بيطبقوا القانون 17 بطريقة خاطئة يا جماعة انا برضو بستخدم ادوات الرقابية وبقول لهم يا جماعة الورقة بمعنى هو النهاردة المادة 10 من القانون 17 بتقول ان هو لو انا قدمت ورقة في اللجنة واللجنة رفضت الورقة ده يجوز خلال 30 يوم ان انا اعمل تظنة للأسف في بعض المحافظين وبعض الادارات المحلية بعد اللجنة ترفض واللجنة ده ممكن ان تطبقوا صحيح القانون ابتدي ازيل طب يا جماعة انا النهاردة معلش عشان اعالج المشكلة ده لان الناس سرقت في مصر بالكامل ويمكن سعادتك معاليك وياسر بهم معنا وشافوا كامل اللي بيحصل انا ما بعتارتش على المخالف قانونة انما اللي هو اداله القانون حق في ان هو يستخدم هذا الحق بعد الخطأ اللي عملوا يبقى احنا نساعد للدرامة برضو في نقطة ويمكن ياسر بيه شاركنا الحوار فيها ممكن نريكلم فيها قبل ما ندخل على الهواء ان عدد الناس اللي تقدمت لطلب المصالحات نسبة قليلة جدا بالنسبة لكم المصالحات المخالفات المخالفات المرصودة 2 مليون 850 ألف عدد اللي تقدم عدد هزيل جدا بالنسبة للكمية دي يعني شوف حارتك انت من وجهة نظرك تبدأ ايه سببه بص احنا نبدأ المشكلة من اولها القرار لما طلع 118 ده او 118 كان بيتكلم على القاهرة والاسكندرية وعواصم المدن الكبرى الكبرى للأسف الشديد السادة المحافظين طبقوا على جميع المدن في مصر ودي ده مخالف للقرار نفسه يعني اخبرك انت تيجي في مركز صغير مفهوش اي حاجة ان تقول ان ده مدينة كبيرة واتطبع عليها هذا القرار واتوقع في الدنيا كلام ايه مش صح هناك خطأ في التنفيذ الخطأ في التنفيذ القرار سليم من ناحية حاجة هم عايزين يرجعوا عشان يتأكدوا ان جميع هذه المنشئات لها جراشات مفيش رخصة هتطلع في مصر لمنشأ من غير جراش المشكلة ان في واحد بيطلع رخصة ومعندوش جراش طالما يعني المبنى مساحته كبيرة وبيتطلب ان يكون قرار طالما سألك سؤال عشان بس ندل الحكومة حقها وناخد حق الناس هو في هذا الوضع طلع السيد رئيس الوزراء القرار رقم 45 سنة 2020 بتصحيح هذا الوضع وفي نهاية الوضع وحدد الاماكن زي ما حضرتك قل وفي النهاية البند رقم 3 استمرار اصدار الترخيص البناء المطلوبة المواطنين بباقي المدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات يبه هو اهو اهو برضو ايه يعني انا عايز اقول لحضرتك هو هذا القرار لما حسوا ان في نوع من انواع التعصف او القطأ الكامل بدأ السيد رئيس الوزراء يرجع هذا القرار وبدأ يحلله من المضموم بتاعه بان الصح كزا والقطأ كزا بس للأسف الشديد السادة المحافظين غالبيتهم ماشيين موقفين الشغل في البلد كلها اشتغلوا على العموم على عموم القرار مش على خصوصه و لما نيجي بقى للمشكلة الرئيسية طب هل في يعني هل في يعني حالك طبع مهندس قبل ما تبقى عدو مجلس نوع هل في مشكلة هندسية معينة من طريقة الترخيص اللي كان بتطلع للجراجات بص حضرتك المشكلة دي واللي احنا لازم نستغل يعني ان رئيس الجمهورية شاور عليها احنا لازم نراجع الاكواد المصرية لتصميم الجراشات وتصميم المباني في مصر نحن بنعمل حاليا على الاكواد مصرية قديمة من زمان لا تواكب الاكواد العالمية مشكلة الجراشات في مصر ان الجراشات غير صالحة للاستعمال يعني انت بتاخد الرخصة وبتاعتك فيها جراش وكله بس تجي تنزل الجراش الجراش نزلته صعبة طلعته صعبة المنورة جواه صعبة انت اخد بالك لو مشيت على الاكواد العالمية المطلوب دلوقتي ان احنا نستغل للفترة دي نراجع الاكواد الهندسية للتصميمات وللجراشات في مصر ونمشي مع الاكواد العالمية في الاكواد العالمية بدل ما هتفاجأ في الجراش العمود قد كده هو هتلاقي العمود قد كده وبيشيل احمال اكتر من العمود اللي ايه اللي بيعيقى الحركة في الجراش هي دي مشكلة مصر النهاردة في الجراشات لازم ان احنا نمشي على الاكواد العالمية وليس الأكواد المصرية المطبقة حاليا هو ياسر بيتا بس أحريك سؤال يعني حركة تتكلم عن جزئية الأكواد وكنا في البداية بنتكلم عن الموازنة طيب هل النهاردة مادة زي قانون المصالحات في مخلفات المباني دي متعتبرش باند المفترض يبقى مستهدف في موازنة الدولة أنا مش عايز أقولك إن إحنا من الموازنة اللي قابلي دي وكنا عاملين حساب يجلنا أكتر من مئة مليار جنيه من التصالح في مخلفات المباني وللأسف الشديد مجلناش حاجة مش ما تنفذتش لإن اللقاحة التنفيذية اللي طبقوها على القانون ممكنتش المواطنين إن هي تدفع حاجة ويتعدل القانون في دور الإنعقاد دو اتعدل اتعدل تمام بس للأسف الشديد إن للغاية دلوقتي برضو مفيش فلوس جات يعني أنا مش عايز أقولك مفيش فلوس داخلة الموازنة من هذا القانون حتى هزير اللحظة لسوق التطبيق طب بس أعليك سؤال يا سادة النقاح بحكم على حالك في لجنة المحليات يعني ليه أنتو ما عملتوش إجراء اللي بيه يبقى فيه سهولة في إجراء المصالحة يعني النهار دا زمان أما كنا صغيرين يعني كان إنك تجيب خط التليفون دا مشكلة دمان النهار دا حاجة بتدخل أي شركة اتصالات وإنت وقف بيجيب خط التليفون طب ليه الإجراء عندكو في المحليات ما يبقاش سهل يعني مجرد هو بيجيب شهادة صلاحية من المهندس المختص بمساحة الوحدة ومعروف تسعير المتر لو هو متقبل لللفة دي طب ما يقدم ويخلص يعني ليه الإجراء المصالحة هو حقيقة الأمر يمكن هو ياسر بيرد على سؤال حضرتك في مضمون كلامه أو في سياق كلامه إنه هو في بعض الأمور بس إحنا النهار دا إحنا كمجلس بنصدر القانون والليحة التنفيذية لها أوضاع تانية والليحة القانون نفسه قصة التعقدات يعني إحنا النهار دا بدأت الناس تعاني من قصة المبالغ اللي بتدفع في بداية التصفحات لأنها مبالغ بتستهلك لأماكن وفي أماكن مش مجلوبة فبدأت المبالغ دي تنزل هي قصة كلها في إيه؟ إنه هو التنفيذي اللي فيه المحليات ممكن ما يبقاش مدرك معنى القانون ومستهدف القانون والوضع كذا فما بقاش حريص على التحامل الكامل مع المواصل بالنسبة لأهذا القانون يعني أنا أنا عايز أقول أولا يعني بس النداء للناس كلها الجماعة تقدموا يا ريء لو في مئة مليون مخالفة تقدموا وإن شاء الله بإذن الله كل الأوضاع هيحصل تصادق هيحصل تصادق بس أنا زي ما بنقول كده بنقول لجماعة بتاع المحليات يسروا الأمور لأولاء الأشخاص إني ما تعملوش في المحليات حاجية زي الشباك الاحد اللي عم تتوف في السسمار اللي ما يبقاش في حاجة كده هو مكان واحد بيرخلص في حاجته ويمشي والله يعني قصة الرخص والحاجات دي كلها هي دي تراث قديم فهو عشان يتعلم بيكنمش عم يرخص بالكامل في المصالحات في المصالحات في المخانفات لي ما تبقاش في شباك واحد يخلص إجراءات المواطن هو الشباك الواحد بالنسبة له الملف لما بيكمل بيقضم انما هو فيه اكتر من جهة لان انت عارف ان فيه نقابة المهندسين وفيه كذا اجراء بيحتاج لشهادات الشارع وشهادات سلامة الانشاء وسيادات كذا بس على فكرة في التعديل اللي اتعمل في القانون نقابة المهندسين خلاص دلوقتي مالهاش دو هو انا بس انا عايز انا عايز انا عايز انا عايز اقول على حاجة بس لبراهيد بيه والمعليك ياسر بيه ولكل السادة المشاهدين وللمحافظين برضو يتطبقوا القانون 17 انا النعاردة القانون 17 لما جه المحافظ وروحتله ايا كان المحافظ عشان ما نحددش محافظ بيه وتحدثت معا طبق القانون للناس طبق القانون للناس وعلى الناس المفترض ان هو المادة عشرة من القانون بتقول ان هو يجوز التظالم في خلال 30 يوم انا بفاجئ بوعد بعض رؤساء المحلية بيزيلوا يعني الواحد مقدم انتصاله وهو بيزيلوا وبين الفترة يعني اللجنة من جرح حتى لا تنزل وده مخالف القانون ايضا وابتدي الازالات احنا النهاردة احنا بنعمل مشكلة بالقانون ولا بنحل جي مشكلة فهو قال لنا بقوله جبنا جواب من لجنة الاسكان اللجنة المنوض بيها تنفيذ القانون 17 وقالت في توصيتها انه من الملائم في يوم الجهة الادارية بيقصف اجراءات الترخيص حين البدت في التظلم حتى تتمكن اللجنة المختصة من القيام بمهامه وهو المستفاد ضمنيا من المادة اتناشط فقرة ده اللي انا عايز اقوله في الحتة دي يا ابراهيم بيهين ان انا النهاردة ابحاريس على الدولة وانمي موارد الدولة بالجزية دي انما انا النهاردة لما اجا زيل انا اولا اخترقت القانون وسانيا انا محققتش المستهدف للدولة اصه هو القانون ده يا سربيه فيه 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 تماس في حتة ان هو ما قبل القانون وما بعد القانون يعني في ناس تخضع اه بالظبط في ناس تخضع للمصالحة اللي مخالف بعد قانون يتدبع ما قبل القانون طالما اعملت له قانون تصالح لفترة معينة كمان ده لفترة معينة هذا القانون مش مستمر بنا الحياة قانون مؤقت بينتهي واخد بالك فلازم اديله الفرصة انه يتصالح كون ان هو ما يتقدمش واخد بالك بعد نهاية مدة القانون خلاص طبع عليه كل حاجة وبعدين يازل بيه وبرضو فيه جزياء مرتبط ابراهيم بيه بعد ببدا هزا الامر انا النهاردة الاحوزة العمرانية اللي عندي على مصاوى مصر بالكامل لان دي كانت من ضمن المشاكل وبرضو انا بطم ان الناس ان هو محمود بشعراوي بدأ يحل هذا الملف وبدأت تجتمع لجنة الاسكام مع لجنة الزراعة مع لجنة التنمية المحلية وبدأوا يتفقوا على اصدار الاحوزة العمرانية في كل مصر بالكامل بالكامل اه دي يعني برضو من ضمن الحاجات اللي احنا تحركنا فيها حركة فعلا حاليا في موضوع الحوزة انا كارجل المحلية وكاعدوا في الادارة المحلية كل هذه المشاكل يتمسيني من خلال المواطنين في مصر بالكامل وانا بقول يا جماعة احنا كلنا في الظروف اللي فيها مصر دي لازم معلش يعني التنفيذي مع المواطن مع ذا مع ذا مع ذا يبقى فيه اتحاد لتقوية هذه الدولة لتقوية مصر فانما النهاردة انا لما اجي كله بقي يقول لك السيد رئيس الجمهورية سيد رئيس الجمهورية رجل حريص على البلد وحريص على المواطن احرص من اي حاد فانا بقول يا جماعة مش هنخلف القانون انما قرارات السيد رئيس الجمهورية والقوانين اللي بتصدر تطبق على المواطنين بما يرد الله انما ما يبقى شفيها نوع من انواع التعصف وما يبقى شفيها نوع من انواع اللغة عشان ما تحصل مشاكل زي اللي انا شايفنا بمصر بالكامل في ناس النهاردة ماتت تحت الأنقاض في ناس ماتت بأوضاع معينة أنا مش عايز الأمور توصل للمرحلة دي لا مش للدرجات دي طبعا مش للطريقة أقلية وطريقة صحية تمام طيب ياسر بياس أحرك سؤال أنتو يعني النهاردة خلينا نقول أن فيه تلات بنود ممكن يبقوا موجودين يجيبوا فلوس من الجزئيات دي يعني كان فيه ملف عادة تقنين بعض الأراضي اللي دخلت في الأحوزة العمرانية يعني مثلا أجهزة المدن مساحتها كبرت فنتيجة أن مساحتها كبرت ابتدى يبقى تبحة مناطق أكبر يعني مساحت الجهاز المدينة ذات نفسه اضافلوا مناطق تمام تمام فالمفترض أن دول يتعمل لهم طريقة للمصالحات أن هم بيحولوا الأراضي دي لأراضي مجتمعات عمرانية جديدة ومعمول تسعير للمناطق الطريقة المعتادة أن هم بيأخذوا نص الأرض ويدوا نص الأرض أو التلت والتلتين حسب المنطقة ودودتها والباقي فلوس السؤال بقى هو يعني يعني الأرقام اللي احنا بتكلم عليها دي حريك بتقولي نهاردة الموازنة كبيرة جدا من أكبر الموازنات اللي حتشهادها مصر طبعا دي موازنة 2 تريليون و2 من 10 تقريبا يعني فيه تلت ملفات تلت ملفات كبار عدد تقنين الأراضي وملف مصالحات في مخالفات المباني وملف التحسين الأراضي في السحر الشمالي دول تلت ملفات يشملوا الكثير من الفلوس يعني دول يضموا فلوس كتير جدا فهو السؤال يعني 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 أنتو نهاردة كلاجنة خطة وموازنة ليه ما بتشوفوش البنود دي تتكلموا مع الجهات المختصة أنهم يسروا الموضوع بحيث أنهم يجيبوا موارد للدولة أنا مش عايز أقول حضرتك الكلام ده إحنا بقلنا سنتين بنحك فيه بس طبعا هيئة المجتمعات العمارنانية من يعني من أكفى الهيئات اللي موجودة على مستوى مصر ويمكن هي من الهيئات الأكثر انضباطة يعني وهي ذاتة ياخد بالك إيه يعني موازنة خاصة بيها مش عايز أقولك الموازنة بتاعتها دي بتصرف على جزء كبير قوي من المشاريع اللي إيه اللي موجودة في مصر يعني من موازنة هيئة المجتمعات العمارنية وبالتالي دول يعني دول ماشيين ايه مظبوط هما طبعا عندهم فيه ناس حطت إيه على الأراضي داخل الحيز العمارنية بتاعهم وبالتالي دول بيقنن لهم بس هو فعلا ملف التقنين ماشي ببطء ببطء شديد يعني القانون 1440 اه 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 ماشي ببطء شديد والنتيجة ان فعلا الفلوس اللي جاي منه فلوس قليلة ضعيف اه فلوس ضعيف ما ودي بقى رسالة رسالة أسر به من خلال البرنامج المحترم ان احنا بنقول يسروا على المواطن عشان المواطن يقدر ينجي للأسف انا النهاردة بعمل التعقدات زي ما قلت لحضرتك كده فوصل المواطن ان هو غزب عنه يعني هو احنا معتقدين ان المواطن النهاردة عايز يقعد ما يتصالحش معتقدين ان المواطن النهاردة مش عايز يتصالح في القانون 144 في حاجات كتير تبا انا النهاردة انا من امطلع من ضمن القوانين اللي هو قانون المحليات انا عندي حوالي 10% من مصر بالكامل مرخص بالنسبة للمحليات وال99% مش مرخص تبا انا تخيل كم الموارد اللي ممكن تجيبها المحلات التجارية وده احنا طلعناه وفرادار محليات وكلها مش مرخصة اللي كانت شاء السكنية وتقلبت محليات كلها مش مرخصة القانون البرك وغيره وغيره يعني احنا عندنا كم قوانين طلعت من المجلس لو الجهات التنفيذية عملت ليحيتها بطريقة مبسطة لو الجهات التنفيذية ادرت ان هي تيسر للمواطن سدقوني المعالم هتتغير وموارد المصر من خلال هذه الملفات هتتغير بالكامل القوانين دي كلها اللي تعاملت جديدة القوانين كويسة جدا بس قريطة التطبيب امتيازة جدا نخد بال حضرتك يعني احنا كنا في احد زيارات اللاجنة بتاعتنا اخد بالك للولايات المتحدة الامريكية اي قانون لما بتعمل بتعمله الاصر المالي بتاعه الاصر المالي اللي هيرجع منه ايوه سواء ان الاصر المالي ده مرضوده ايه هي القوانين ما بتعملش كده وبس احنا طبعا احنا في قوانين بنعملها ايه بند فرصة للتصالح مع الضرائب نفسه عاملين قانون جديد وده اتجاه رئيس الجمهورية من يوم ما جه انه هو عايز يفض التشابكات اللي بين المواطنين وبين الهيئات الحكومية علشان المواطن يتفرغ للاستثمار يعني احنا لسه عاملين قانون برضو ادينا فرصة للناس اللي عليها ضرائب انها تسدد وقلنا اللي هيسدد قبل القانون ياخد ايه اعفاء بالكامل من كل الفوائد والغرمات اللي هيسدد خلال شهرين من القانون يقفى من تسعين في المية بعدها بشهرين يقفى من سبعين في المية بعدها بشهرين يقفى من خمسين في المية وست شهور وانتهى القانون واخد بالك القانون دي مع وزارة المالية بتجيب نتيجة انا مش عارف ليه مع المحليات الدنيا موقفانها ما احنا بنعمل قانون في اللجنة وفيه قانون بتجيب فلوس للبلد كتيرة طب هل يعني حريك انتوا اتنين نواب في لجنتين كبه مختلفتين وشايفين الشارع هل الضغط على المحليات اجامد فهما مش ملاحقين يعملوا ده بص سبريم بي انا عزو الله حضرتك على الحاجة ما يتم من مخالفات وما يتم من الاوضاع بصفة عامة سيئة سببها المحليات عشان نكون هو الواضحين جزء كبير من المحليات هم هو اكيد سيدات الرئيس يعني انا عايز اقول لحضرتك على الحاجة هم بيتحججوا بان الوقتي ان في ظل ازمة كورونا اتبنت براج يا جماعة هو انا النهاردة ازمة كورونا اللي بانها طانت شهور عندي في مصر دي وعلى مستوى العالة اتبنى فيها براج ويالا براج دي بانها عشرة خمس شهر سنة انت كبتع محليات بسيبتوا ليه كبتع عشرت تسيبتوا ليه يا جماعة النهاردة انتوا عملتوا مراكز قانونية المراكز القانونية دي اصبحت ثابتة النهاردة انا مش عايزين نحاسب لان احنا مع الرئيس ومع الاجهزة الجديدة بنقولي يعني ابتدوا صفحة جديدة لابوا صفحة الفساد عشان ما نفتحهاش لان صفحة الفساد دي صفحة جدا وهتدخن في متاهات انما كل واحد يراعى ربنا سبحانه وتعالى م удобة هذا اللحنذه قادمت بها لا احنا كبتعين نصفحل قانون لالان اقليد اطرد الدولة انه الايدي موارد الدولة والموارد الدولة سوففيوك وعلى اعتدوه لأنه سيوجههم هذا التوجيه وكما يقول لك حضرتك عشان نبني مصر لأنه زي ما ياسر بيقوله ليس اتنين ترليون بس لأننا محتاجين كتير والناس عمالة طالة والضغط علينا من هنا والضغط علينا من هنا وتحامل من سيد رئيس الجمهوري لأننا محتاجين كتنفيذيين وكتشريعيين وكشعبيين نساعد زي ما ياسر بيقى لك لما رحت كذا وجدت الملف مرتبط بالنواحي المالية والنواحي الاقتصادية احنا عندنا ملفات كتيرة لو استغلناها استغلال صح وبدأنا نعمل اغراءات للمواطن زي وزارة المالية ما عملت كده هتلاقي كل المواطن بيجري عشان يقالنا مواضع والمواطن بصدابعته مش عايز يخالف دكتور إبراهيم السؤال وزارة المالية دي في مصر في حكومة مصر تمام وزارة الإدارة المحلية في حكومة مصر تمام ايه اللي بيخلي القانون هنا بيتطبق وبيتجيب فلوس وايه هنا بيتطبق وما بيجيبش فلوس طب اقول له حركة علاق اللقاحة التنفيذية اللقاحة التنفيذية اللقاحة التنفيذية فوزارة المالية بيعملوا لوائح تنفيذية عشرة على عشرة وبالتالي القانون اللي بيتقامل بيجيب نتيجة في قلال ستة شهور تمام يعني انا مش عايز اقولك واخد بالك ايه يعني لجنة الاسكان في مجلس النواب من احسن اللجان واعضاءها ورئيسها من الناس اللي بيتدوروا يحلوا مشاكل الناس واخد بالك فهي فعلا عملت قوانين ممتازة بس هذي القوانين جينا في اللقاحة التنفيذية بوزوه وبالتالي واخد بالك الناس بتصرخ يعني مش عايز اقولك الناس في الدوائر عندنا يعني يعني هتتجند واخد بالك لما بينقول المدن القاهرة والاسكندرية والمدن الكبرى رايح لي في المراكز الزغيرة وتوقف الترخيص ليه هو في المراكز الزغيرة فيها جراشات من اساسه ده مفعش جراشات ده البيت 100 متر و 150 متر ففي في اللقاحة التنفيذية بيتطبقوها غلط عايزة تفصيلة اه السادة المحافظين المرتعشين المرتعشين مضيعين مصر ماينفعش الكلام ده كلام ماينفعش عايزين المحافظين الاقوية المحافظين واخد دلك اللي يطبق القانون بروحه ماينفعش ماينفعش قانون طبق القانون واللي يغلط اتبعه بتسبروحه انا بعملك قانون تصالح عشان بتخلي الناس متقدمش كلام يعني مش منطق طب اسألك سؤالك أنا عندي على سبيل المثال الناس اللي راح تقدمت الناس اللي راح تقدمت ملفاتها هم اللي بتزلوهم واللي مقدمش الملفة ما هو ما جايش جنبين طب انت النهاردة يقول لك اسلوق دخل لجنة واللجنة رفضته طب اقول لجنة رفضته دي ما تستنى ما تستنى لما تستنى التقنين بقى لك سنتين بقى لك سنتين مش مخلص ليه التقنين ايه ده يعني ده رئيس الجمهورية تكلم على التقنين مئة مرة بقى لك سنتين مش مخلص حاجة في التقنين ليه انتو خايفين تمضوك طب بس على حالك السؤال يعني بحكم على حالك بتقول ان احنا دايما بنشوف الناس برا يعني اخد رأي حضرتك ورأي سيادة النايب بحكم ان انت بتشوف الناس برا بتعمل ايه فممكن تقتدي بيهم يعني مش عايب يعني ايوه لا العالم برا الترخيص المباني بتبقى عن طريق مكاتب استشارية يعني هو بيجي يقول مثلا منطقة مصر الجديدة مثلا فيها عشرين مكتب معتمدية كل مكتب له خمس رخص في السنة كويس المكتب هو اللي بيستصدرلك الرخصة بتروح تدفع الرسوم في الدولة تمام وهو يبقى استشارية المشروع من اول ما يتحفر لحد ما يخلص فيبقى هو شريكك في المسئولية الانشائية ذات نفسها يعني ما يبقاش فيه مخالفات بنا ما يبقاش فيه اخطاء ما يبقاش فيه حاجات غلط في التصميم ما يبقاش مش عارف ايه اللي احنا بنعملش كده هين بس وهو القلوم بتاعنا يكاد يكون كده برضو بس للأسف الشديد ايه المهندس بتاع الادارة الهندسية بيبقى متعامل مع مكتب هندسي معين يعني وده مش يعني ده وده مش هي برضو المشكلة المشكلة واخد احنا القلوم بتاعنا بيدي الفرصة للمكاتب الهندسية ان هي يتقدم كل حاجة وتعمل كل حاجة لا انا عدد لي ما تبقاش مسؤولة ومسؤولة ومسؤولة الكلام حضرتك صح بس هو على الارض الواقع وهي مسؤولة لا يتم ذلك انا النهاردة لو انا عملت كده لو انا عملت كده ده موضوع يقطع الرشوة تماما وهذا في ظل القوانين الجديدة واللي بيأس عليه وزير التنمية المحلية انه يمنع الحتة وزيره السيادة اللي هو محمود شعراوي كان بيقول الناس تقدم بعد كده عن نت مش هكلي اتعلم مع المواطن انا النهاردة لما بروح مجلس المدينة او الوحدة المحلية او ايا كان بلاقي صدام وبيعقادني ويوقفني ويمنعني وحاجات كتير فانا بالتالي ايه لا انا هجع دماغي لي طب يا عم انت عايز يخد كذا واخد بلك وانا ابن مخان وانت يعني عايز اقولك ان كان المتسبب الاول في الانهيارات اللي بيحصل موظف الادارة المحلية وموظف الادارات المحلية ده هو المتسبب الحقيقي اللي كان بتكلم هزة التنميب قبل الهو 2011 يعني ظاهرة مخالفات مصر كلها العملاقة دي مص بص جميع مشاكل مصر 2011 بفاق هما الواحدين دون هما اللي عاملين السارس احنا برضو عايزين في الملفات دي وحنا على الهوى يا جماعة بعد ازنكم قنون الاوضاع يا جماعة بعد ازنكم بالنسبة الاهالي كل واحد يقدم ملفه عشان ربنا يكرمنا يا جماعة بالنسبة المحليات يسروا له يا معالي الوزير ايه يعني حاول تخرج بهذا القرار زي ما خرجت معاليك مشكورا يا معالي وزير الاسكان ومعالي وزير الادارة المحلية ومعالي وزير الزراعة خلصوا مع وضوع الاحوزة اللي هي باقت مباني وموجودة وما بقاش لها معالي تمام؟ يا معالي المحافظين اللي موجودين نفذوا القانون بروحه زي ما ياسر بيب قال وطبقوا القانون صح عشان نوصل لنتيجة وعملية صح إنما إن شاء الله بإذن الله أنا بطمن المواطنين إن هو بقى فيه اتجاه من القيادات السياسية وكله إن إن شاء الله بإذن الله يبقى فيه تعاون مع المواطن بحيث إن ما تحصلش الكوارث اللي بتحصل في الإزالات والحاجات دي كلها اللي حاصل بالقوارين كمان الجديدة يعني زي ما حالك شايف وياسر بيه شايف مفيش مجال أصلا إنه يخالف تاني يعني هو قصة إنه يخالف بعد لا وهو ياسر بقى كده موضوع خير اللي يخالف اللي يخالف مفيش تاني يندبح لا وهو في حتة وأنا برضو إحنا واللي خالف واللي خالف يعني أنا بقول للمحافظين وبقول للجهات التنفيذية إنزالوا على اللي بعد صدره القانون ونفذوله يا بالزبط إنما أنا أنا النهاردة يجي واحد بقاله عشر خمشهر سنة وانزل لنفذله يعني واحد بني بيت بقاله عشرين سنة وعمارة بقاله عشرين سنة وفجأ بقول لرئيس المدينة انت بتنفذله ليه قال لي تعليمات يعني تعليمات يعني ايه ومقدم طلب تصالب اوما لانا عمل له قانون ليه هناك في حتة فيه جزئية صغيرة كده فيها لغة هي إن هما كانوا في سنة 2011 سنة المهدلة الدنيا دي كانوا عملوا بعض المنشآت أو الكثير من المنشآت على الأراضي الزراعية أو على أملاك الدولة فعلى الأراضي الزراعية ما كانش له شكل مصالحة يعني ملوش شكل إنه يتصالح لو هو باور أراضي الزراعية وبنى فوقها ما كانش فيه شكل مصالحة عليها يعني دي مش موجودة الجزئية دي أصلا بس هي المشكلة ايه إن حضرتك أنت تركت هذا الأمر تركت هذا الأمر وأصبح من الصعوبة أنت ترجع دي حاجة حاجة تانية أنت كثير من الأحوزها في مصر بقى لها كم سنة؟ يعني من 2006 بعد الأماكن ومن سنة 2000 ومقابل لم يتم اعتماد الحيز العمران بدأنا الأحوزها العمرانية دي في 2006 يعني أنا النهاردة مودة ملفات يجب أن تنتهي يجب كل هذه الملفات لو انتهت المواطن هيسعى بطريقة سليمة والتنفيذة يمشي صح إنما أنا النهاردة ملابه يبقى عقيم وكل واحد يبقى الإيد المرتاحشة زي ما يسر بيقول كيف ياخد فيه قرار أنا ده اللي ماينفعش ماينفعش بظل القيادة السياسية ورئيس محترم ورئيس مقتهز لو الرئيس عايز يخدم الناس ويخدم البلد ويخدم المواطنة رئيس جمهورية قوي ورئيس جمهورية بيقول لك المواطنة البسيط دفعين ننعيني من جوه يعني كلام ايه كلام واضح يعني رئيس الجمهورية لا يمكن يضر مواطن بسيط لكن الايادي المرتاحشة من المسؤولين الموجودين حاليا هي اللي ضر الناس هو رئيس الجمهورية قالوهم ما اطبقوش قانون لا رئيس الجمهورية قلت طابق القانون واخد بالك وأنا دين بقولك من هنا اللي يخالف بعد القانون ما يتقامل اتباحه لكن انت عملت قانون تصالح رد عليه يقوله ام انت من حقك تصالح لا ام انت مش من حقك تصالح مش من حقك تصالح خلاص واحد متقدمش بطلب خلص للتصالح خلاص باع مودة القانون ما تخلص يتطبع للقانون واذله وهو اللي متقدمش يعني الامور واضحة الخيط الابيض واضح من الخيط الاسوي لتنبينين مطلوب من السادة المحافظين يطبقوا القوانين والقرارات بروحة وليس بتعسف وان يراجعوا القانون 17 مراجعه صحيحه ويطبقوه تطبيق صحيحة يعني تب ما قننتوش للناس ليه الناس اللي متقدمها بطلبات تقنين اراضي ما قننتوش ليه وجبتوا منها الفلوس ما احنا عايزين للفلوس دي احنا محتاجانا احنا مشكلاتنا في العام المالي القادم الاراضات اللي موجوده ده في الموازنة مشكوك انها هتيجي وانت حرك لو رجعت الملف مشكوك حرك لو رجعت الملف هتلاقي فيه جزء فيه مصالحة في مخالفات المباني بمليارات وجزء تاني في المصالحة وعادة تقنين الاراضي وتغيير نشاط يعني احنا دلوقتي الاراضات الضربية اللي اكيد هتتأثر طبعا نعوضها من ايه؟ نعوضها من حاجة زي كده بزار ما انت دلوقتي ما قدامناش للحاجة من اتنين يعني نعوض من حاجة زي كده يعني استلف تاني يعني نوقف مشاريع ما نعملهاش ما فيش حاجة قدامنا تاني بزار وده الكلام ده مش مقبول لان احنا مطلوب ان احنا عجلة النمو بتاعتنا زي ما هي احنا بدأنا اصلاح اقتصادي في منطقة الصعوبة ونجحنا فيه وهذا الاصلاح الاقتصادي اللي موقفك على رجليك بقى لك 4 شهور في ظل الازمة اللي موجودة بتاعت كورونا دي بزار فانت عايزين قرارات تنفيذية على ارض الواقع تخلي الدولة تحصل اي فلوس ليها طرف اي مواطن خلال الفترة الجاية من غير ما نضره بالمواطنين بشكل سهل كمان بشكل سهل بشكل سهل يعني نخرج عن هذا الاطار بعديثنا ابراهيم دي يعني احنا دعما باستاذ رئيس الجمهورية والدولة المصرية في ظروف الوضع ان احنا بنقول يجب ان نتكاتب شعبا وحكومة وكلياتا وراء الجيش والشرطة فيما يهددنا او يهدد مصر من مخاطر من كل النواحي للأسف عشان موقعنا الاستراتيجي وعشان كياضتنا الحكيمة ان احنا كلنا يجب ان نتجاهد اي مشاكل او اي اوضاع في سبيل الوقوف كلنا رجل واحد امام اه اي عدو يحب ان هو يتربص بالنسبة للمصر بالنسبة للداخل او الخارج احنا ضده تماما احنا مع القيادة السياسية قلما وقالبا مع الشعب المصر والحكومة المصرية قلما وقالبا وفي الاول وفي الاخر زي ما قلتها ان ان شاء الله باذن مصر هي عصب الامة العربية وعصب افريقيا باذن الله ولن ولم نسمح بقى اي تجاوزات في حق مصر بالكامل ان شاء الله ان شاء الله طبعا انا سعيد باللقاء العظيم ده بس احنا للأسف وقتنا خلص طبعا احنا نحتاج نعمل حلقة تانية عشان الموضوع يعني الموازنة كبيرة والموضوع التاني بتاع الملف التاني كبير فطبعا نتمنى ان احنا نعيد نعيد اللقاء ده مرة اخرى نكمل الكلام ناخد بس من كل واحد منكم كلمة اخيرة كده كلمة اخيرة يعني بطمنكم ان شاء الله ان هذية الازمة وهذية الجائحة هنعديها والموازنة اللي احنا عملينها موازنة مرنة وحطين فيها مادة بتدي الحق الوزير المالية انه يتحرك بين ابواب وبنود الموازنة بحيث يحقق على الاقل فائد اولي نصف المية من الناتج المحلي على الاقل يعني احنا ادينا له الفرصة ان يتحرك بس برضو ربطناه ان على الاقل فائد اولي في هذه الموازنة نصف المية ومصر من الدول القليلة جدا على مستوى العالم اللي هي متوقعة لها ان نتحقق معدلات نمو ايجابية في العام المالي القادم 2021 ان شاء الله ان شاء الله طبعا انا برضو ممكن بالنسبة للكلمة الاخيرة اللي انا طبعا بقول ان احنا عندنا زي ما قلنا كده في البداية ثلاث ملفات اللي هو ملف القرار 181 وان شاء الله بإذن الله الملف ده يعني بنستعجل السادة ووزير ادار المحلية في انها اوضو سرعة الملف بتاع القانون 17 برضو بنقول ان احنا نعالجه بمرونة وحكمة زي ما يسر بيقل الملف بتاع الحوزة العمرانية يريتي انتهى باسرع وقت حرصا على الشعب المصر والمصريين بالكامل انا بحيي يعني كل المصريين وانا بقولها لكم يعني احنا كلنا فادى مصر في اي وضع من الاوضاع وفي اي زارة من الظروف ان شاء الله بإذن الله اه عزائي المشاهدين اه زي ما احنا شايفين احنا كشعب اي حاجة بنعملها لبلدنا اي مبلغ بيبقى مطالب مننا ان احنا نسدده بنسدده لبلدنا ولينا ولولدنا بيعود علينا من تاني لو الدولة مكادش واخدة قرارات اقتصادية زي ما اسمعنا من سيادة النواب اللي احنا كنا بنشتكي منه من التطوير الاقتصاد المصري والشروط اللي كانت محطوطة علينا الفترة السابقة مكادش قدرت مصر تقف قدام جائحة الكورونا ونقدر نفضل موجودين والامور مستتبة وان شاء الله الازمة تعدي على خير والكورونا تخلص ونرجع تاني زي ما كنا بس ناخد دايما باجراءاتنا الاحترازية نخلي بنا من نفسنا نخلينا في البيت على قد ما نقدر وان شاء الله الازمة تعدي وبرضو بنقولكو لو حد عنده عقار مخالف او واحدة مخالفة او مكان مخالف ما يخافش يروح يتقدم ويبتدي يتخذ اجراءاته ومن طرف الدولة الامور ان شاء الله تهمها ميسرة عن كده ومن طرف مجلس النواب السادة النواب مش متأخرين بيتابعوا الملف مع سيادة الوزير اللي هو محمود شعراوي وسيادة الوزير متفاهم الموضوع وان شاء الله هنلاقي فيه اختلاف وسرعة في الاجراءات في الفترة القادمة هنا وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة الى ان نلقاكم السبت القادم التساعة مساء نترككم في رعاية الله